موسيقى داعش بوكو حرام القاعدة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى حركة أنصار الدين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ماذا يجري بين المجموعات الإرهابية في القارة الأفريقية؟ مجموعات تحاول إيجاد موطئ قدم لها في القارة الأفريقية ورغم توفر الأرض الخصبة لإمعان الإرهاب إلا أن ما يقسم هذه المجموعات أكثر بكثير مما يجمعها ويجعلها أقرب إلى التنظيم أخبار الآن التقت نيكولانورمون السفير السابق لفرنسا في مالي الذي كشف جانبا من الأسباب التي تجعل من المجموعات المتطرفة في القارة الأفريقية أشبه بالعصابات اليوم لديك ثلاث مجموعات في غرب إفريقيا تدعي أنها داعش لديك مجموعة دولة مالي التي تمتد إلى النيجر وبركنافاسو وهي جماعة وليد الصحراوي لديك جماعة السنة للدولة والجهاد وولاية غرب إفريقيا ومجموعة بوكو حرام في العام 2019 تعهدت جماعة وليد الصحراوي التي تدعى الدولة الإسلامية في الساحل الكبير بالولاء لبوكو حرام لديك ثلاث مواقع جغرافية مختلفة لأن بوكو حرام لديها تواجد جغرافي مختلف منقص بين أتباع شيكو وجماعة السنة للدولة والجهاد وولاية غرب إفريقيا والذين ليسوا في نفس المناطق والآخر بعيد جدا لأنه يقع في أقصى الشمال في منطقة الساحل لديك مجموعتان فقط تدعي أنهما داعش اليوم لذا لديك اليوم موقف متناقض إلى حد ما حيث يوجد في مالي حوالي نصف الهجمات التي ترجع إلى تنظيم الدولة الإسلامية ونصف الآخر إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وهي إعادة تجميع لمجموعات القاعدة حاليا لا تزال هناك ثلاث مجموعات اليوم موالية للقاعدة أنصار الدين طوارق إياد غالي والمرابطون والتي لا تزال موجودة يمكننا أن نرى بوضوح أن الموقع الجغرافي للقاعدة في مالي هو الشمال والوسط ففي الشمال حيث يوجد الطوارق والعرب وفي الوسط حيث يوجد على وجه الخصوص الفلاني وأنصار الصحراويين المحسوبين على الدولة الإسلامية وهم متواجدون في الشرق أقرب إلى حدود النيجر في منطقة الحدود الثلاثية مالي والنيجر بوركي نافاسو هناك على العكس من ذلك نجد منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ليس فقط تفرع الأذرع الإرهابية ما يجعلها متنافرة فإيديولوجيتها القائمة على مبدأ العصابات والولاءات المتنافرة هي جزء لا يتجزأ من تآكلها الداخلي يكفي النظر إلى شخصية زعيم داعش في الصحراء الكبرى أبو وليد الصحراوي ويلاحظ أسافير نورمون في إطار حديثه تفلت شخصية الصحراوي كان يعتبر أن أفراد القاعدة أقل تشددا وتطرفا اتخذ قرارا بأن عليها أن يكون أكثر تشددا وتطرفا فلم يكن يتبع توجهاتهم ويطبق عقوبات قاسية كالجلد وقطع الأطراف ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بالإضافة إلى النزاع بين فرعي داعش في أفريقيا يقول سفير فرنسي السابق في مالي ومؤلف كتاب الأفريقي الكبير نيكولان نورمون أن تنظيم القاعدة ما زال أقوى من تنظيم داعش في غرب أفريقيا على الرغم من وجود ثلاثة تنظيمات تتبع له كما قلت قبل قليل لم تستطع داعش التطور في المناطق التي تسيطر عليها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي حركة القاعدة هذه المناطق هي وسط مالي وشمال مالي وتطورت في غرب مالي لقد تطورت أكثر في بوركنا فاسو والنيجر والشاد في الشاد هناك تحركات مختلفة وداعش لم ينجح في توحيد كل هذا هذا أمر مؤكد كما قلت هناك قادة تاريخيون ما زالوا مولين للقاعدة أهمهم إياد أغالي إياد أغالي هو زعيم تاريخي لثورة التوارق إنه رجل ثري إنه محارب إنه يتمتع بمكانة كبيرة لذا فهو منافس هائل طالما أن هناك إياد أغالي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجزء من الفلانيين طالما هناك أشخاص تنجذب إلى هذه الحركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر